وثيرة التجاوزات الإيرانية على الحدود العراقية وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص بدأت بالتصاعد في الأشهر الماضية وبأوجه متعددة مع قيام الحرس الثوري بالتوغل لعدة كيلومترات داخل أراضي الإقليم وبحسب صور نقلتها قناة روداو الكردية فإن الحرس الثوري شرع مؤخرا بمد الأسلاك الشائكة وشق طرق في قرى حدودية في ناحية حاج عمران التابع لقضاء تشومان في محافظة أربيل وفي سلسلتها الكرد الجبلية بهدف ضم مناطق جديدة إلى الأراضي الإيرانية تلك المناطق كانت إلى فترة قريبة وجهة لمتسلقي الجبال من إقليم كردستان والأجانب لكنهم باتوا الآن غير قادرين على قصد المنطقة لأنها أصبحت بين ليلة وضحاها جزءا من بلد آخر القوات الإيرانية مدت طرقا يبلغ طولها نحو 12 كيلومترا وعمق 7 كيلومترات داخل الأراضي العراقية مستغلة وقوع المنطقة خارج سيطرة حرس الحدود العراقي الاتحادي وضعف التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البشمرغة بل وقام الجانب الإيراني ببناء 57 برجا عسكريا للمراقبة في حدود مناطق بيشدر وشومان وسيدكان فضلا عن قيام مقر الحمزة في الحرس الثوري بقصف متكرر لتلك المناطق بذريعة وجود مقار لأحزاب كردية إيرانية معارضة لنظام طهران تأتي هذه التطورات على الرغم من التنسيق المفترض بين الجانبين حيث عقد أربعة اجتماعات مشتركة خلال الأشهر الستة الماضية بحسب قول اللواء تحسين الخفاجي الناتق باسم العمليات المشتركة لكن معالجة الموقف تتطلب برأي المتخصصين جهدا دبلوماسيا وأمليا مكتفا يعضده قرار سياسي من حكومة بغداد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح اشتركوا في القناة